اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليكتبوا بتلك الدماء المقد والعظمة لهذا الوطن اهلا وسهلا بك سيدة القائد اولا نود ان نتعرف على رأيكم في كل تلك التضحيات التي يسوقها هؤلاء الابطال بدمائهم وارواحهم من اجل هذا الوطن والدور الذي تقوم به في هذه الجبهة جبهة ثرة في لودر وانتم قائدا لهذه الجبهة اول حاجة بسناهم الرحيم اهلا وسهلا بكم ونشهركم ونشرف بزيارتكم هذا الى موقع ايبات ثرة فيما يخص تضحيات الابطال في ايبات ثرة فقد قدموا وما زالوا يقدمون وسوف يقدمون بذن الله كثير من التضحيات للصد والرد لهذه الميليشيات الانقلابية التي تحاول مرارا وتكرارا اقتحام هذه الجبهة وافشالها واسقاطها حتى يسنى لها يعني نزول او اكتياح الى مناطق القنوب ما تبغى من مناطق القنوب في محافظة تابين وما يليها الى عدن والى غير هذه المناطق نحن الان ونحن نوقف معك الان في هذه الجبهة نسمع طلقات الهاول وهي تنطلق طبعا انتم الان تحمون وتقومون بدوره هام جدا في هذه المنطقة في محافظة ابيان والمحافظات المقاورة التي تنتج لها هذه المحافظة نعم نحن وما زلنا نتصدى لهذه الميليشيات وكما تسمعون هذا الرماية المتبادلة من قبل الطرفين فهم لم يأسوا ولن يأسوا لما اعتقد حتى يحققوا قايتهم ولكننا يعني بفضل صلاة الرجال وصمودهم في هذا الموارع وتحسيناتهم الذي فعلوها بنا باذن الله نعني لهم بالمرصاد طيب بهذه العظمة التي تقومون بها وهذا الدور الكبير الذي تقوم به انتم بحاجة كبيرة الى مزيد من الدعم ومزيد من الاسناد حدثنا عن الدعم المقدم التحالف العربي لكم هل هناك دعم مقدم اما هل انتم لازلتم بحاجة الى الكثير من الدعم للتصدي لتلك الميليشيات صراحة فيما يتعلق بالدعم وعلى خلاف هذه التطورات الاخيرة التي قام بتها الميليشيات بمحاولة اقتحام الجباه ولا انهم يخططون ليس فقط اقتحام الجباه بالاقتحام المنطقة باسرها وعندنا معلوماتين مواكدة بانهم جهدوا عدهم واعتادهم لهذا الشيء نحن نادينا اخواننا مناصرنا في المنطقة وفي المحافظة تابعا وعدا من شرعية وتحالف في تلبية بعض الامور فهم حقيقة لبوا النداء وطلبنا منهم ان يتأمين بعض المناطق التي يمكن من العدو انه يتسلم منها ويسرب منها فهم الان امنوا هذه المناطق وموقعنا الخلفي وظهرنا فيصبح ممن اما بنسبة دعم القبهة فانا اقول لك ان لا حد الان الى هذه اللحظة لمصل للقبهة ايه دعم دعم ذاتي بالقبهة ونحن امكانيتها هي تاكل الامكانية ولمصلنا شيء لكن وصلت التعزيزات لتأمين بعض المناطق تسلل للعدو من حزام امنية من الواء 115 من الواء 103 يعني كل الوية هذا هي لبات النداء ونشكرهم على هذا الشيء ونشكرهم على تلبية هذا النداء برضا طبعا شارك في هذا الغوات الدخول السريع بغيات الابداللظيف السيد كلهم هذا موجودة وهي غوات متشيرة يعني في ضواحي جبهة ثرة حدثونا عن امكانية النصر القادم الذي ستحققونه انتم وبإذن الله تعالى سيكون هناك دعم قيادة السياسية ممثلة في خامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وكذلك التحالف العربي ان يقدم لكم الدعم الكبير من اجل معركة النصر القادمة بإذن الله تعالى حدثونا عن تلك المعنويات المرتفعة لديكم نعني في هذا الجانب قد سبق وان طالبنا وما زلنا نطالب بان الاسنام مكتفين ان نكون مدافعين فقط فنريد الدعم اللازم حتى نتقدم على عدو ويتم دحره الى من خلف يعني منطقة سيطارته على منطقة لودر كامل يعني الى خلف مكيراس حتى يتم تبين منطقة الحدودية يعني في هذا الجانب لاننا نحن الآن نعتبر مغاومة شعبية جنوبية معروفة هذا الشيء فنأمل من اخوانا في الشقة الاخر ان يشدوا حيلهم ويشكلوا مغاومة شعبية شأنهم شأننا وعندهم امكانيات وعندهم كذا فنطلب من فغامة الريس عبدالله المنصور هدي ومن التحالف دعم القبا حتى يتمكن من التقدم وليس البقاء في مواقعها بالنسبة لهم الان في مكيراس هم الخط الفاصل انتم الان في خط النار بينكم وبينهم والمعارك لا زالت ضارية وكما نسمع الان تبادل المدافع الهون بينكم وبين يعني اذا توفر لكم الدعم الكافي سيكون بالفعل تقدمكم الى تلك المناطق نعم نعم ان شاء الله بإذن الله اذا توفر الدعم الكافي والدعم اللوجستي والدعم المعلوماتي سوف يتم التقدم لانها لازم نتقدم فهذه الميليشيات ان لم تتقدم عليها سوف تتقدم عليك وهذا من اقوم وهذا طريقتهم فنحن لا نكتفي بالبغاء سوف من الله نتقدم اذا وجد الدعم وهذا واجب نتقدم لانها ناس مقاتلين وخرجنا لغضية لنداء وطن لنداء الدين ولن نكتفي بالبغاءنا في مغانا رسالتكم لتتوقعها المقاتلين هنا في هذه القبهة ولكل ايضا المقاتلين في كل القبهة رسالتنا هو الحاجة نشكر ونشكر يعني بشكر خاصة مغاتلين في القبهة الأخرى في الضالع في يافع على المناطق الحدودية في هذا المكان على صمودهم وبسالتهم في السدي لهذا المخطط الشيء الإيراني وكذلك مغاتلين هنا في القبهة نشكرهم على ما قدموه وسوف يقدمون هذا الشيء وعلى بطولاتهم وصمودهم في هذا المواقع عزيزي المشاهدين مع هذا البطل طاه حسين أبو بكر قائد هذه القبهة قبهة ثرة بإذن الله تعالى ومع كل المقاتلين الذين هم بقانبه سيتحقق الناصر بإذن الله تعالى في هذه القبهة وفي كل القبهات التي تخوضها المقاومة والجيش الوطني ضد تلك الميليشيات الحذية المتبردة عزيزي المشاهدين لازلنا في قبهة المقاومة والاستبسال هذه القبهة قبهة ثرة ونحن الآن مع أركان القبهة طبعا الوحيشي حسين الوحيشي أهلا وسهلا بك ونودنا أن نتحدث عن تلك المعنويات العالية والمرتفع على دال المقاتلين في هذه القبهة والله المقاتلين في هذه القبهة هم صامدون وجاهزون لأي سلل حوتي وإحنا بإذن الله صامدون ونظلوا صامدون حتى بشح الأمكانية اللي معنا بأبصد الأمكانية اللي معنا وإحنا صامدون لنا الآن ثلاث سنوات وإحنا صامدون هنا والحمد لله أمور طيبة وإن شاء الله ما شي في أقرب كل رقال المقاتلين معكم كل رقال المقاتلين ما ترابطين وقاهزين لأي حاجة ونشكركم على تواصلكم معنا بصراحة لنا الفخر أن نكون معكم في هذه القبهة وأنتم تخذون شرف البطولة للدفاع عن هذا الوطن ضد التكمل والله كل ما قلت انتهى إحنا خرجنا دفاعا على عرضنا وارضنا ومستعدين لنا لضحيب بداء منا وروحنا لهذا القبهة عزيزي المشاهدين لازالت لقاءاتنا متواصلة ومعنا الآن روكنا تسليح عرفنا على اسمك حمد عبدالله طرموم أحنا طبعا نود أن تحدثنا عن المعنوية القتالية العالية وأنتم هنا في قبهة الشرف البطولة في هذه القبهة قبهة الثرة أولا نشكر قناة عدن الفضائية على قدومهم إلى هذه القبهة وبفضل الله أولا ثم بفضل الغائز الفض طيح حسين أبو بكر لو لا لما قامت القبهة ونحن بالنسبة لنا كأفراد وكقادة والمرابطين في القبهة عدوا وعد الحوذي وحسب ما أحدثوه ويقولوا له أن عام 2015 ليس بل 2019 وقد عدينا لهادة وعدينا لها اليوم وإذا كانوا جاهزين للنزول فيعبر على جثتنا فنحن جاهزين للنظار وغتال وهذه أرضنا الأرض أرضنا وليس أرضه ونحن صحاب الحق وصحاب الغضية ولا يمكن نترضيها ونشكركم ونقدم تحياتنا لكم وأشكرك أخر عزم شهدين لزأتها هذه اللقاءات مع هؤلاء الأبطال المتواصلة ومعنا هذا البطل عرفنا عنه سلام علي وبركاتي قائد السرية الثانية حدثنا عن الدور البطولي الذي تقوم به في هذه القبهة قبهة الثرة نحن هنا بمعونيات مرتفعة وجميع الأفراد لدينا معونيات مرتفعة وصامدون في وجه هذه الميليشيات الغازية ونشكر الأخوة من جميع القبهات التي ساندونا في هذا الوضع ونشكر الأخوة من اللواء الثامن عمالقة ونشكر كل الناس الذين ساندونا في هذه الظروف الصعبة ونشكركم أنتم على ذلك أنكم جزء لا يتجزأ من هذه البطولات التي يصدرها الأبطال وأنتم من الأعلام أساس القبهات وأساس كل شيء ونشكركم شكرا جزيلا على ما تقدموه من تضحيات وطلوعكم لهنا أكبر دليل على شقاعتكم وعلى إغدامكم وعلى نية صدقكم لإظهار الحقائق للناس وشكرا جزيلا لكم عزيز المشاهدين الكرام لازلنا في هذه اللقاءات المتواصلة التي نقريها مع عدد من الأبطال والأشاوس الذين هم يضحون بأرواحهم ودمائهم في هذه القبهة قبهة ثرة التي تقاوم تلك الميليشية الحوثية المتمردة ومعي الآن علي ناصر البيحاني مسؤول التموين طبعا حدثنا عن هذه التضحيات الكبيرة التي يسوقها هؤلاء الأبطال في هذه القبهة قبهة ثرة إحدى القبهات الساخنة والمشتعلة طبعا على خط النار بينها وبين الميليشيات الحوثية والله نحن نشكر أن الغناء قناة عدن لوجودها عندنا في هذا الموقع الموقع المشرف الذي نحن صامدين فيه حوالي خمس سنوات والضحي تضحي بعد التضحي ونحن صامدين للميليشيات الحوثية ونقول لهم مستعدين في أي وقت الذي يتحدون بأسلحتهم وذلك ولكن إن شاء الله فايزين فايزين بإذن الله بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى نحن لاحظنا وإحنا في هذه القبهة هناك تبادل لإطلاق النار والمدافع لهاون بشكل كثيف وهذا يدل على مقاومتكم وإستمسالكم في هذه القبهة نعم نحن على مدار الساحة تحت أضلاق النار ومتصدي لأي حاجة ونشكره منكم إن شاء الله والنصر غريب إن شاء الله ونشكركم على زيارتكم بألف شكر وأي واحد يقن لهذا القبهة نحن مستعدين لاستقبلها باستقبال حار هذه القبهة لا يتحدث عنها الكثير من الإعلام ولكننا اليوم نصلت الضوء عليها ونصلت الضوء على كل تلك التضحيات الكبيرة وموقع الشرف البطولة والقسارة التي يتمتع الاستبسال التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال ومعنا الآن أحمد عطروس أهلا وسهلا بك أهلا بك حدثنا عن الشرف البطولة الذي تقوم به في استبسالكم وثباتكم في هذه القبهة القبهة الثرة التي تعد من أسخن القبهات بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على زيارتكم لنا ونشكر قيادة القبهة وأفرادها وعملياتها على ثبوتهم والصمود وأن معنويات الأبطال معنويات عالية جدا وصمودهم صمود القبال الرواسي وأننا مستعدين لمليشيات الحوثية في أي لحظة كما سمعتم صوت الاشتباكات بين ساعة واخرى ونحن عندنا معنويات عالية صمودنا صمود عالي جدا ونشكر القيادة كمان ناشد القهات المختصة بالسرع والأدعام القبهة الثرة لكونها البوابة الشمالية العدن كما أننا هنا ما زلنا على الخطوط التماثية مع العدو والقهات المختصة تدرك ذلك الوضع قيادة القبهة مشكورة على بذل صمودها وعملياتها وأفرادها كلهم بإسمه وصفته ونحن عندنا معنويات قاتله وسنضحي بالقال والرخيص لتحرير الوضع إن شاء الله نغول وصامد في ثرة شوفني مقاوم على الحوثي مع طاقية عفاش وفي يدي سلاحي ومعمر مع الإثم وهنا أتي ورشاش قسم بالله ما لخذ على صنعة ولو تأتي الغازي ألف حشاش وبارد الخمينينا وقيشيه ويا أرضي أنا بارد من قاش ويا جبهة الثرة لا تحزني شي بروحي والدماء أفداش وهواش ولا نتبع سياسة أو تحزب لأقر الله ثم للوطن باش صغور الجو من سلمان قتناء تدق المعتدي دقة حالنطاش رسالة من هنا لأصحاب صنعة وتفهمها القوى دي هي معاكاش وتفهمها قوات الشر كامل الذي يلعب باسم الشبيك والباش وقصيدة شعرية أخرى لقيادة الدخول السريع برسل تحياتي مع ذوال الشغر للجيش والأفراد دي هي قادمة لا موقع الأبطال دي ذاق الصبر في جبهة الأحرار في شام أخثره يغاوم المحتل الذي يجاب القبر وجاب قواته وسهى قاعده يكفي كفاية لا هنا يكفي عبر يكفي كفاية لا هنا يكفي عبر وإحنا نسكده وهذا القناعة شعرنا بموت ولا بنتصر بقولها من صدق ضد الرافضة وشكرون لكم أقول لكم قبهة فره صامدة صمود القبال اللي احنا فيها وعفين وأننا مستعدين لضحر بأنفسنا جميعا من أجل ضرد هذه المليشيات الحوثية من أرضنا نحن صامدون وعندنا معنوية كبيرة وأبضلنا المقاتلين غويين في صمودهم والمليشيات الحوثية كل يوم تنهار عن أبيها محمد أحمد الخضر قائد موقع الدبابات أهلا وسهلا بك دعنا أولا نتعرف عن تلك المعنوية العالية التي تمتع بها المقاتلون هنا في هذه القبهة وكذلك أنا قاهزيتكم القتالية في هذه القبهة أنا قاهزين قاهزيتنا القتالية عالية جدا والقاهزة الفنية جيدة جدا والأتصالات وكل شيء قاهزين لأي مهمة قدرية القبهة هو الموقع كل الموقع قاهزة ومستعدين للتضحيات والنضال في أي شيء في أي لطاق والثبات والصمود حتى الموت وإن شاء الله هنا لألخيب أي مواطن أو الدولة أو شعب أو أي حسن أنتم الآن تكتبون بدمائكم وأرواحكم المقدور عظمى لهذا الوطن حدثنا عنها على هذه التضحيات التضحيات والله يجيسدها من كل المواطنين وكل الأبناء المغاومة الشعبية في أنحاء الوطن كامل ونحن قزعنا نتقزع من أي مغاومة ومستعدين للتضحية بدمائنا وأرواحنا في سبيل الله والوطن والشعب الأخ محمد قمال ناصر المسؤول الإعلامي والناطق الرسمي لقبهة ثراء حدثنا عن هذه المعنوية العالية التي تمتع بها المقاتلون في القبهة أولا قبل كل شيء وإضافة إلى شكر الغايد نتقدم لكم أنا كمسؤول الإعلام في القبهة بالشكر القزيل لغنات عدن الفضائية لكونا أول غناة تنقل معاناة المغاتلين في هذا القبهة كما نشكر الدكتور أسرباء عزب ونشكر كل الطاقم الإعلامي على رأسهم محمد الصوفي وكل الإعلاميين المتواجدين في هذه الغناة بالنسبة أخي العزيز للمعنويات المغاتلين هنا في هذه القبهة معنويات عالية ومعنويات كونكم أنتم لمستموها على الواقع معنويات قوية وصلبة بإذن الله وأبشركم بأن المغاتلين هنا برغم من قلة الإمكانيات وبرغم من الدعم الذي موجود في القبهة غير كافي يعني للتقدم والصمود أكثر لأن بصراحة الآلية العسكرية مفتغدة للقبهة يعني مثرة بالمدرعات والآليات هذه الكلبي إنبيات وغيرها وبالنسبة هناك السبسال والصمود نعم الأبطال يمثلون أروع البطولات في هذه القبهة وسبقوا أن قدمنا الشهداء ولازلنا لقدموا بإذن الله سوف يقدمون الشهداء تلو الشهداء لتحرير الوطن من كل أعداء إيران ومن كل أعداء الوطن نحن هنا في الخط الساخن وفي إطار هناك ونحن في إطار هذه القبهة والعدي من تبادل إطلاقاً النار والمدافع الهاون والمقاومة الشرسة لهذه القبهة لصد تلك الميليشيات الحثيرة من تبردها ماذا عن الدعم المقدم والله يا أخي نعم أخي الكريم أنت كما الشهدت وحالياً تبادل القصف بالهاونات والقصف بالمدفعية ولا نخفيك أبداً بأن ما قصروا الرجال في هذه القبهة والرقال في المحيطين في المحافظة أبينكو كل من جميع الأطياف لبوا النداء ولكن نطالب فخامة الرئيس ونطالب جميع أم الله سلفي يعني ويقدر يدعم القبهة سواء من أبناء المحافظة أو غيرها بأن يدعموها الدعم فعلي ويوفروا الإمكانيات المتحلم وليس يعني بين كل فترة وفترة يعني يأتي وفد أو تأتي مجموعة من الأطقم يعني فقط للتعديد وتذهب نشي دعم فعلي للقبهة يعني كونها محتاجها كما قلت لك لأبسط المقهومات كما لا نساء تقديم الشكل لكل من زارنا سواء من ألوية العمالقة سواء من ألوية القيش يعني الألوية الموجودة في موديا في أبيان سواء لقاس الحزام الأمني على مسؤول محافظة عبدالطيف السيد سواء القميع قادية الدخول السريع أو قاية دلوامي 15 أو قاية دلوامي 13 يعني القميع لابن نداواته ولكن نطالبهم بتقديم دعم يعني ملموس الدعم للقبهة لمصلحة للقبهة ويكون ثابت في القبهة ليس يعني فاطل التعزيز ووقت المعاركة فقط خيرا لا ننسى دعم التحالف العربي والدعم الشرعية ولكن ليس بالدعم العربي لهذه القبهة هناك ومن هنا من موقع الحدث تلك المدافع المقاومة ترمي على مواقع الميليشيات الحوثية لك هنا قبل لحظات قصفات على المواقع الأمامية التي تواقد هناك في القبهة شكرا لكم ترقائتنا متواصلة مع هؤلاء البطال ومعنا هنا هذا البطل صالح محمد صالح لقوم رايد بقبات المتعاية في القبهة الثالث جميل حدثنا عن هذه التضحية والاستبسال والصمود مع قائدكم طه حسين أبو بكر وأنتم تضحون في هذه القبهة قبهة سراء ضد تلك الميليشيات والله احنا متواجدين هنا معنويات عالية هنا هو أفرادنا موقودين وصابدون على مدار أبو وقرساء وقاهزين لأي طارق من العدو مهما كان ومعنويات أفرادنا عالية قدل قدل والحمد لله وبغيات الأخة أطاها حسين برقود وعنافل القبهة وتحت ضلت وجهاته وجهات غياته السياسية مثلا بالأخة عبد الربه وصول هادئ حفظه الله والأبور عندنا سابرة أعزاء المشاهدين الكرام من هذه القبهة قبهة ثراء التي هي قبهة من قبهات الشرف البطولة التي تضحي بعدد كبير من أولئك الشهداء الذين يضحون بأرواحهم وبدمائهم لكي يكتبوا المقدو العظم لهذا الوطن طبعا دماء زكية تسكب في كل القبهات وهذه هي إحدى تلك القبهات الشرسة وخط النار الساخن بين المقاومة والجيش الوطني وتلك الميليشيات الحوثية المتمردة هنا من هذه القبهة القبهة التي يقضها طاها حسين أبو بكر وكل المقاتلين المرابضين الأبطال الأشاوس الذين يقودون هذه القبهة هم في طريقهم إلى النصر بإذن الله تعالى وحييكم من على هذه القبهة قبهة ثراء وكلنا حماس وكلنا نشيد بهؤلاء الأبطال لكم مني أقمل تحية محمد الصوفي وحييكم مع الطاقم الإعلامي في قبهة ثراء اشتركوا في القناة